السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين أهلا وسلام بكم وحبا بكم معنا فيديو جديد اليوم معنا درجة مهم لكل من يمتلك أجهزة الحاملة إلى نسخة جوجل تيفي بجميع الأنواع ديالها فإن شاء الله سوف نوريكم طريقة تنزيل تطبيق دولودر سوف نعرف هذا التطبيق التطبيقات الخارجية على شاشة التلفاز أو أجهزة تيفي بوكس وكذلك خوتي سوف نوريكم حل للمشكل تطبيق دولودر العديد منكم ينزل تطبيقات خارجية يعني تطبيقات خارج متجر جوجل بلاي فكينصدم بأن التطبيق لا يريد أن تنزيل على الشاشة فإن شاء الله في هذا الفيديو سوف نوريكم طريقة تنسيل تطبيق دولودر وكذلك سوف نعطيكم الحل لهذه المشكلة هذه لكي تنزيل التطبيقات الخارجية مشاهدين ومتابعين نحن الآن أمام تلفازنا فأول شيء لكي ننزل تطبيق دولودر سوف نقوم بالتطبيق سوف نقوم بالتطبيق فهذا هو البلاي ستور بالنسبة لكي يسألون كيف توجد البلاي ستور على أجهزة جوجل تيفي فهذا هو البلاي ستور وكتب د أو دوبل في ومراهز بشي تدير الشاشة سوف يظهر معك التطبيق فهذا هو فهذا هو تطبيقات فتطبيق الأول فهذا المكتوب في دولودر باي اف تي في نيوز فهو التطبيق الرسمي دولودر أما هذا فهو غير رسمي فنضغطوه على التطبيق اللو اللي غادرنا في خانة دي البحث من بعد نهبطوه هنا نديره انصطاله فتطبيق هو تنزل معنا وتنصطاله على جهة ستلفاز من بعد فنخرجوا بحاننا ونمشيوا البرامير فدوروا يخصنا نفعلو هذا الخيار هذا باش نقدروا منزلوا التطبيقات الخارجية او او غير معروفة من بعد نجيو هنا البرامير اها هي ونهبطوه هنا حتى السيستيم ونضغطوه على زد اوكي من بعد نجيو هنا أبخوب بوس ونضغطوه على زد اوكي ونزيدو ونهبطوه حتى نلقو هذه بويلد اندرويد تيفي ونضغطوه لها سبعة دي المرات نضغطوه على زد اوكي سبعة دي المرات واحد جوش تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فهو تفعل معنا خيار المطور فمن بعد خطي ما فعلنا خيارة المطور كما تشهدوا معنا نضغطوه على زر الرجوع فهذا هو خيار المطور اوبيسيو بور لديفلوبر فاحنا ما غنحتاجه فيها اوالو بقنا فقط خطوة واحدة فغنضغطوه على زر الرجوع ونجيو نقلبه على هذا الخيار هذا الخصوصية هذه تلقاها بلغة العربية مكتوبة الخصوصية نضغطوه على زر الرجوع سوف نحوينه هنا فنضغطوه حتى نجد سيكوريتي ونضغطوه على زر الرجوع هنا كما تشهدوا معنا ونضغطوه على زر الرجوع ونظهر معنا هنا مكان التطبيقات سنقلبه على التطبيق غير مفاعل فننفعله فهذه الخصوصية ضرورة ونضغطوه على تطبيق الصلاحيات لكي تستطيع التطبيقات الخارجية فعندما نخرجه سنذهب للتطبيق سنقلبه هنا ونضغطوه 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 يودع بالسفن من واحدة اخرى